أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته يقول الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير هذه من الآيات الجامعة وهي تتكرر في القرآن الكريم تذكير للمؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له كل شيء له ملك السماوات والأرض وأنت إذا سمعت مثل هذه الآية يذهب فكرك وعقلك إلى هذه الكلمة العظيمة السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهذا منتهى القوة والقدرة والعلم لأنه يستلزم هذا الملك يستلزم العلم ويستلزم القدرة ويستلزم الحكمة فإذا قارنت ذلك بملك ملوك الدنيا تضاءل عندك ملكه وهذا يولد في نفس المؤمن وهو يقرأ هذه الآيات استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في نفسك وأنك تقرأ كلام العظيم الذي له ملك السماوات والأرض وأنك تعبد العظيم الذي له ملك السماوات والأرض وأنك ترجو العظيم الذي له ملك السماوات والأرض وهذا يجعل في نفسك من الطمأنينة ومن الثقة ومن الفخر والاعتزاز بهذا الإله سبحانه وتعالى ما يجعلك تزهد في ملك غيره وتتضاءل في عينك الدنيا ولكن من هو الذي يتدبر مثل هذه الآيات ويتأمل مثلها ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقفون مع مثل هذه الآيات معناها واضح الآية ما يبغى لها تفسير ولكن استشعارها هو الذي يحتاج إلى أن يعمل الإنسان قلبه وعقله في تدبرها لعل الله سبحانه وتعالى ينفع الإنسان بها ولذلك يذكرون عن بعض السلف قصص كثيرة من التأثر بمثل هذه الآيات فيذكرون أن دخل أحد الملوك على قوم فقاموا له جميعا إلا أحد التابعين أو أظنه من أتباع التابعين فقال والله يا أمير المؤمنين لقد أردت أن أقوم يعني أنا ليس جلوسي احتقارا لك قال والله لقد أردت أن أقوم فتذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذلك اليوم ولا شك أنه معنى عظيم الذي يستشعره ينقلع قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى وهيبة له وكذلك هذه الآية ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء منتهى الملك والقوة والله على كل شيء قدير ثم يدعو الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا بوصف الرسالة فيقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من المنافقين يعني وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو ندائه بوصف الرسول رفع لمكانته عليه الصلاة والسلام وتصديق له وتثبيت له عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول يا أيها النبي ولم يذكره باسمه إلا في مواضع قليلة في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سماه باسمه في هذه الآية لأنه يقول إنه بشر مثلكم يجري عليه ما يجري عليكم من الموت وافرضوا أنه مات محمد وش المشكلة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إشارة إلى أن واحد منكم قد يموت فسمي باسمه وفي سورة الفتح قال محمد رسول الله فسماه باسمه لكي يصفه ولم يكن نداء هنا فناسب ذلك أن يذكر باسمه محمد رسول الله فذكره باسمه لكي يصفه بأنه رسول الله وأما فيما عدا ذلك فإنه يخاطبه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسادعون في الكفر وكل هذا من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وتوقيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد مشقة وعنت نفسي كبير من تكذيب المكذبين له وكان في أول الإسلام أشد منه في آخره فكان في أول الإسلام يتضايق عليه الصلاة والسلام من تكذيب المشركين ومن إعراضهم فلذلك كان الله سبحانه وتعالى يقول له فلعلك باخع نفسك ألم أن لا يكونوا مؤمنين وقال الحمد لله الذي أنزل قال فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا باخع نفسك يعني قاتل نفسك من الحزن ومن الهم لتكذيب هؤلاء وإعراضهم فكذلك هنا يقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا تهتم لهؤلاء أنت عليك البلاغ فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه ولاحظوا قوله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء المنافقين يسارعون في الكفر ما قال ولا يحزنك الذين يكفرون وإنما قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مما يدل على أنهم أصحاب قصد وأصحاب نية فاسدة وأصحاب جهود حثيثة في التكذيب والكفر والإعراض ويبتكرون الطرق ويحثون غيرهم ويجندون غيرهم على الكفر وهؤلاء هم المنافقون من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هذا أحسن تعريف للمنافق تقول المنافق هو الذي آمن بلسانه وكفر بقلبه ومن الذين هادوا لاحظوا هذه الآية فيها ما يسميه العلماء التجويد تعانق الوقف فممكن أنها تحتمل الآية عدة معاني المعنى الأول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ثم تتوقف فيكون المقصود بها المنافقون ثم تبدأ فتقول وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ فيكون ابتداء كلام جديد والمعنى الثالث أن تجمعها جميعا فتقول من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسُحْد سماعون لقوم آخرين عفوا فتكون صفة هذه الصفات كلها موجودة في المنافقين وفي اليهود على حد سواء فيكون كلهم يسارعون في الكفر وهم كذلك فاليهود يسارعون في الكفر والمنافقون يسارعون في الكفر صحيح وقال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين أيضا فهم كذلك نعم يصلح أن تصل الجميع فوقف التعانق فيه هذه الثلاثة إما أن تصل الجميع وإما أن تقف عند الأولى وتبدأ من الكلمة الثانية الذي لا صح هو أن تقول وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا أَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ثم تقف ثم تقول وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ثم تقف ثم تقول سماعون للكذب سماعون هنا يتلخبط المعنى ويختل المعنى أما إذا وصلت أو وقفت على أحدهما فالمعنى متصل ما في حاجة اسمها أولى كلها مقبول ولو كان فيه واحد أولى لما كتبوا وقف التعانق وإنما كتبوا صلي أو قلي وطبعا هذه اجتهادية مواضع الوقف والابتداء لكنها تابعة للمعاني والمعاني إذا كانت تحتملها الآيات ولم يكن في ذلك محذور من حملها على أحد الأوقاف فإن ذلك جائز إن شاء الله يعني إذا لم يترتب على المعنى أو الوقف معنى باطل ومعنى فاسد لا تحتمل الآية فلا بس يعني مثلا أن يأتي رجل مثلا فيقول في سورة القصص في قصة موسى مثلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ويقول تولى إلى الظل فقال يعني من القيلولة هو فعلا هو تولى إلى الظل وقال صح لكن هل لا يتدل على ذلك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ثم يقف نقول والله المعنى فعلا صحيح لكن الله يبدأ من بعدها هل يجوز أن تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير طيب ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذه مقول القول ولا يجوز أن تفصل مقول القول عنه ومعنى الآية قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فمعنى قال هنا من القول وليست من القيلولة فإذا نقول أن الوقف هنا غير صحيح هذه من القيلولة صح ولفظ معنى واحد أو مثلا يأتي شخص فيقول في قصة يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله غير المعنى صح ولئنا تركنا يوسف عند متاعنا تقف فأكله الذئب الذئب فاعل فأكله فإذا وقفت عليها وألحقتها لاحظت وقف هنا وقف غلط ممنوع الوقوف نعم هذا فن لطيف من فنون التفسير قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك لاحظوا أيها والإخوة كيف يصف الله المنافقين واليهود ما قال سامعون للكذب وإنما قال سماعون سماعون يعني مبالغة في أنهم سماعون للكذب يعني يستمعون إلى الكذب ويروجونه ويكثرون منه سبحان الله العظيم بالرغم من هذه الأوصاف الواضحة والصريحة لهؤلاء نحن لم نعتبر ولم نتاب وهم يروجون علينا الأكاذيب إلى اليوم ولكننا ما ننتبه لهذا معنا الآية واضحة في وصفهم بذلك سماعون للكذب وقال في اليهود أكلون للسحت قال يقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونحن قلنا أن المقصود بالتحريف هنا أنهم يحرفونه لفظاً ويحرفونه معنا فيحرفونه لفظاً يغيرونه يمسحون ويضيفون ويعدلون ويحرفون معانيه يتركون الألفاظ كما هي ولكن يغيرون التفسير والمعنى قال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني يشير إلى إرجاف هؤلاء المنافقين وإرجاف هؤلاء اليهود ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب العظيم وهذه آية عظيمة يا أخوة في مسألة نعوذ بالله من النفاق ومن حال المنافقين عندما يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لماذا؟ عقوبة لهم يعني ما في قلوبهم من الحسد ومن الغل ومن التكذيب جعله الله سبحانه وتعالى عقوبة له أنه جعلهم في نفاقهم يعمه نعوذ بالله ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى هنا يذكر عن بني عن اليهود بالذات قضية الحسد والغل الذي في نفوسهم إشارة إلى أن هذا الأمر من أشهر ما يعني يتصف به هؤلاء اليهود وإلى اليوم هذا شيء لا يشك فيه أحد ثم يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود فيقول الله سبحانه وتعالى سمعون للكذب أكالون للسحت والسحت هو الربا وهو المال الحرام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم كان اليهود يأتوني للنبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه يحكم بينهم في بعض القضايا فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوك يا محمد الله لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيقضي بينهم ابتداءاً وإنما هم يتقاضون لذلك يقول في الآلة التي بعدها وكيف يحكمونك وعندهم التوراة يعني لو أرادوا أن يحتكموا إلى التوراة التي بين أيديهم لفعلوا لكنهم يريدون هم عندهم مثلاً في التوراة حكم قاسي مثلاً فبعضهم يقول اذهبوا إلى محمد يمكن تلقون تخفيف المسألة ما هي مسألة هوى فقال الله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أنت بالخيار إن حكمت بينهم بكتاب الله فلك ذلك وإن عرضت عنهم وأرجعتهم إلى ما بين أيديهم فلك ذلك وإن تعرض عنهم فلي يضروك شيئاً ليس عليك في ذلك مؤاخذة وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ولاحظوا أيها الأخوة الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فإذا كان الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدلنا عليه الصلاة والسلام وأقومنا بالقسط فهو في حق أمته من باب أولى ثم يقول الله سبحانه وتعالى متعجباً من حال اليهود وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ثم لاحظوا أيها الأخوة كيف يصف الله التوراة وأنه أنزل فيها الهدى وأنزل فيها النور على هؤلاء المكذبين ولكنهم لم يعملوا بها ولم يستجيبوا لما أمرهم الله سبحانه وتعالى فيها فيقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور لاحظوا الفرق بين القرآن والتوراة الله سبحانه وتعالى يقول ولكن جعلناه نوراً القرآن الكريم قال ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا لكن يقول في التوراة يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ولا شك أن وصفها بالنور هنا أقل من وصف القرآن الكريم هنا لأنه قال ولكن جعلناه نور القرآن كله جعلناه نور وقال روح من أمرنا وقال هنا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ولا شك أن هذا تفضيل للقرآن الكريم على غيره ذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مهيم قال ومهيمنا عليه قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يصف الله سبحانه وتعالى التوراة أيضا بأن فيها من الهدى وفيها من الأحكام ما لو استجاب لها اليهود الذين يزعمون أنهم يتبعون ما في التوراة لاتبعوك يا محمد فقد أنزلنا فيها نورا وكان يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكمون بين اليهود فيما بينهم والربانيون والأحبار وهنا فيه تفريق بين الربانيين والأحبار والرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه وبعض المفسرين يقول الرباني هو الذي يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره والمعنى الذي يجمع التعريف الجيد للرباني أن يقال أنه المعلم المربي مأخوذ من التربية الرباني التربية هي أن تعلم وتربي ولا شك أن المعلم المربي هو المعلم الذي يتعاهد ويعرف كيف يربي ويعرف متى يربي وكيف يعطي المعلومة كيف يكون قدوة إلى آخره ولذلك سماه الله الرباني يعني عالم يعمل بعلمه ويربي به ويكون قدوة لتلاميذه هذا الرباني أما الأحبار فهم جمع حبر وقيل جمع حبر وهو العالم الكبير أيضا لكن لا شك أن الرباني يفضل على الحبر بأن الرباني أكثر عملا بعلمه ثم قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يذكرون قصة طريفة أذكرها لكم على عجالة يقولون كان أحد يحيى بن أكثم وهو من قضاة المأمون المشهورين يذكر قصة رجل كان خطاطا وكان صابئيا فقال له المأمون أسلم وأعطيك عشرين ألف دينا كان خطة جميل فاستكبر المأمون أن يكون هذا الرجل من جلسائه في المجلس وخطه بهذا الجمال وهو على دين الصابئة فقال دعني وديني يا أمير المؤمنين ثم غاب فترة ثم جاء فإذا بقد أسلم فقيل له في ذلك فقال إنني أخذت كتابا اليهود فكتبت منه نسخة وجودتها وحبرتها تحبيرا وزدت فيها ونقصت ثم عرضتها على أحبار اليهود العلماء قال فاستحسنوها غاية الاستحسان قال فلما رأيتهم يعني لم يكتشفوا التغيير الذي أحدثته فيها علمت أنه لو كان دينا مرضيا ومحفوظا لا انكشف لهم هذا التحريف وهذا الزيادة قال ففعلت مثل ذلك في كتاب النصارى فمضت مشى عليهم التزوير يعني قال فأخذت القرآن وكتبت منه نسخة وذهبت به إلى سوق الوراقين ما رحب عند العلماء عند اللي يبيعون الكتب ويشترون فيها والعادة أنهم ما يكونون علماء يعني متخصصين يعني قال فأول ما وقع في يد أحدهم وقعت عينه على التحريف قال فعلمت أنه دين محفوظ فأسلمت فيقول يحيى بن أكثم فلما كان الحج لقيت نسيت والله هل يقول سفيان بن عيينة أو غيره فأخبرته بالقصة قال مصداق ذلك في كتاب الله الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظوا بس فنسب حفظ القرآن الكريم إلى نفسه تكفل الله بحفظ القرآن وقال في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فأوكل حفظ كتابهم إليهم فحرفوه وبدلوا وهذا استدلال حسن قال فلا تخشوا الناس واخشوني وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا أنه يمكن للإنسان أن يشتري بآيات الله ثمنا كثيرا فيكون معفوا عنه يعني الله يقول فلا تخشوا الناس واخشوني يخاطب هؤلاء العلماء وهؤلاء الأحبار أنا قد استحفظتكم على هذا الكتاب الكريم وعلى هذه التوراة بما فيها من العلم وما فيها من الشرع فلا تخشوا الناس واخشوني وهذا الذي ينبغي على العالم أن يكون أن لا يخشى إلا الله لأنه قد استحفظه الله على أمانة العلم فإذا كتمه ونطق بالباطل أو كتم الحق فهو لم يصن الأمانة ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يذكر في هذا السياق يقول فلا تخشوا الناس واخشوني في إشارة واضحة للعلماء إلى أنكم سوف تتعرضون للابتلاء وسوف تمرون بمواقف ينبغي لكم أن تقولوا فيها كلمة الحق وتدفعون ثمنها وتصبرون على ذلك فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فقال العلماء كل الدنيا ثمنا قليلا لو أخذت الدنيا كلها مقابل السكوت عن الحق أو عن الباطل عفوا وكتمان الحق فأنت قد أخذت بها ثمنا قليلا فالدنيا كلها هي ثمن قليل وعرض زائل مقابل القول الحق والصدع به ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تلاحظون في هذه الآية والآية التي بعدها والآية التي بعدها يكرر الله هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ثم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فوصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بثلاث صفات بالكفر والظلم والفسق وش باقي؟ يعني فبدأ بأعظمها ثم تدرج إلى أقلها الآية الأولى يذكر الله فيها العلماء والأحبار والربانيين الذين هم أولى الناس بأن يستمسكوا بهذا الكتاب فإذا وقع أنهم تركوه وحكموا بغيره فهم أولى بوصف الكفر لأنهم قد تركوه وراءهم ظهريا ولذلك قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فماذا صنعوا؟ قال فنبذوه وراء ظهورهم لاحظ حتى الوصف منتهى الاستهانة والاحتقار له قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا هو نفس المعنى ثم قال يذكر بعض الأحكام التي كتبها الله سبحانه وتعالى في التوراة فيقول وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أحكام القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له يعني فمن تنازل عن حقه فهو كفارة له يعني يغفر الله له من الذنب ويعفو عنه بقدر عفوه عن صاحبه أو عن من ظلمه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون جاء لنا الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله في سياق تعداد الحدود القصاص فيما دون النفس أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن ثم جاء بذكر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال وقفينا على آثارهم يعني على آثار أتباع موسى من اليهود قال وقفينا على آثارهم يعني بعدهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة يعني جاء عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما جاء به موسى وآتيناه الإنجيل فيه هدن ونور كما وصف أيضا التوراة صح قال وأنزلنا التوراة فيها هدن ونور وكذلك وصف الإنجيل قال فيه هدن ونور فيبقى وصف التوراة والإنجيل أيضا أقل من وصف القرآن ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدن وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ثم قال الله سبحانه وتعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلِيْهِ لاحظوا أيها الأخوة كيف تدرج فذكر التوراة وما فيها من الأحكام ثم ذكر الإنجيل وما فيها من الأحكام وصف الله التوراة بأن فيها نور وفيها هدى ووصف الإنجيل بأن فيه نور وفيه هدى وأنه مصدق لما جاء أميه بوسى عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى القرآن الكريم نستمع إلى هذه الصفات التي وصف الله بها القرآن الكريم والقرآن الكريم وصف القرآن في القرآن كثير جدا القرآن يتحدث عن القرآن فيه كلام كثير جدا كلام كثير في وصفه وما فيه من العظمة وفيه أيضا كلام كثير فيما ينبغي عليك تجاهه كيف تفهمه كيف تتدبره كيف تحفظه فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه أي أيضا ما أنزلنا عليك من القرآن يا محمد فيه تصديق لما بين يديك من الكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيل وفيه أيضا نسخ لبعض ما فيها وفيه بيان لبعض ما حرفه أهلها منها فهذا هو معنى الهيمنة قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب السابقة قال ومهيمنا عليه فالمقصود هنا بقوله لما بين يديه من الكتاب أي جنس الكتب السماوية ومهيمنا عليه أي على الكتب السماوية كاملة قال فاحكم بينهم بما أنزل الله هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعد فاحكم بينهم بما أنزل الله وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يحكم بأمر الله وبما أنزل الله وأنه ليس لك أن تجتهد فيما حكم الله فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يتدخل في الحدود بعد أن ترفع إلى القاضي وإلى الإمام ويعني توعده وعيدا شديدا لأنه قد خالف هذا المعنى فأحكم بينهم بما أنزل الله والتدخل في الحدود بعد أن ترفع هو محاولة لتغيير حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولذلك لما أراد الصحابة رضي الله عنهم عندما سرقت إحدى بني مخزوم فأرادوا أن يبحثوا عن من يشفع فيها لدى النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الحكم فأرسلوا إليه زيد رضي الله عنه بن حارث وكان يحبه عليه الصلاة والسلام كثيرا أسامة عفوا أسامة بن زيد فأتى يشفع في هذه المرأة التي سرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فضلا عن أن تكون غيرها وفاطمة هي فاطمة فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا يقول الله سبحانه وتعالى له ولا تتبع أهواءهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونه من من هو أولى بهذا الخطاب من غيره عليه الصلاة والسلام الذين يدخل فعلا فيهم هذا ويتبع أحدنا هواه لأسباب كثيرة فهذا تحذير شديد عندما يأمر الله ينهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء أصحاب الهوى والمنافقين والمنحرفين أن يزل وأن يحكم بغير ما أنزل الله لأي سبب من الأسباب فيقول فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وهذه فيها إشارة وأمر صريح واضح إلى أن ما جاءك من الحق يا محمد كفاية ويغنيك ويكفيك عن اتباع ما جاء في كتاب اليهود أو كتاب النصارى ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسخة من التوراة أو أوراق منها بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما هذا يا ابن الخطاب قال كتاب يهود أنظروا فيه فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب يعني عندكم شك فيها والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي عليه الصلاة والسلام ثم فكان في ذلك نهي شديد ووعيد شديد لعمر رضي الله عنه أن يقرأ في هذا الكتب في هذا الوقت بالذات الذي ينزل فيه الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وينزل فيه القرآن الكريم عليك يا محمد فكل الكتب الأخرى تغلق لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا رأى أحد من الصحابة يكتب حديثه عليه الصلاة والسلام ينهاه عن ذلك ويقول لا تكتب عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو كل هذا محافظة على كتاب الله أن يختلط به شيء من كلام غيره ثم يقول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يقول الله سبحانه وتعالى في الآية يا والإخوة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يشير الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله قد جعل ما يدعو إليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام من العقيدة واحدا وكلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فلم يأتي أحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام بدعوة إلى غير ذلك أن يعبد الله ربي وربكم ولكن اختلفت دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الشرائع في التكاليف في الأحكام الشرعية في صفة العبادة ونحو ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يعني أنتم الأنبياء فيه اختلاف في الشرائع وفي العبادات وأما في العقائد والأصول فإنهم يتفقون ثم قالوا لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي متفقة في الدين وفي التفاصيل كلها ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وخلق الإنسان خلق الإنسان مبني على الإبتلاء مبني على الإبتلاء ولذلك سورة البقرة لو تأملتم فيها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام يقول إني جاعل في الأرض خليفة ولذلك لا يستغرب عندما يخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وينزل إلى الأرض ويستخلف قوم أو يستخلف ذرية آدم بعضهم بعضا بمعنى جاعلهم في الأرض خليفة واش معناها معناها يعني يخلف بعضهم بعضا وجعلناكم خلائفة في الأرض وليس معناها أن الله جعل الإنسان خليفة له في أرضه هذا معنى خاطئ لأن الخليفة يكون عن الغائب ويكون عن الميت يقال هذا خليفة لكن أن يقال خليفة عن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يخلفه أحد نعم لكن المقصود بأن يعني استخلاف الإنسان في الأرض وخلق الإنسان ابتداء كان للإبتلاء فالله يقول أن الله قد نوع الشرائع نوع الشرائع ليبلوكم فقال سبحانه وتعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات مع قصر هذه الجملة ففيها دلالة عظيمة على ضرورة مسارعة الإنسان إلى الخيرات ومسابقة الزمن إن صاح التعبير وكأن الإنسان وهذا هو الواقع يسابق أجله فيعمل ما يستطيع من العمل الصالح قبل أن يفجأه الموت وينتهي الأجل لأن العداد يعد فيقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات وهذه الآية من الآيات الجامعة في القرآن الكريم التي تدل على وجوب مسارعة الإنسان إلى الخير واستكثاره من الخير وحرصه عليه ما دام في عمره فسحة وما دام في عمره بقية لأنه إذا انتهى الأجل فإن تطوى الصحائف ولا يستطيع الإنسان نضيف عليها حسن واحدة ثم يقول إلى الله مرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وهذه فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن الإنسان مننا قد ينشغل بالخلاف بينه وبين اليهود وبين النصارى وبين غيرهم عن العمل الصالح فيقول الله سبحانه وتعالى اشتغلوا بما ينفعكم واستبقوا الخيرات وتركوا ما لا يفيدكم من المجادلات والاشتغال بالجدل عن العمل فإن الله سبحانه وتعالى قال إلى الله مرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذه الآيات فيها معاني عظيمة أولا الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تكرر في هذه السورة هذا الأسلوب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير له من اتباع الهوى أو اتباع المنافقين أو اتباع اليهود وهو عليه الصلاة والسلام أكمل البشر عدلا وتقوى وعلما عليه الصلاة والسلام فيقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله كررها أكثر من مرة ثم يقول ولا تتبع أهواءهم سبحان الله هذا التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يغضب الواحد منا إذا قيل له اتق الله ولا تتبع الهوى وانتبع من المنافقين واحذر من نفسك واحذر من الشيطان ونصح بذلك فليس هناك أحد أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقال له هذا الكلام ثم يقال ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن ما أنزل الله إليك قال لا عن بعض ما أنزل الله إليك بمعنى التحذير الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن شيء من دينه ولو كان يسيرا مقابل إرضاء هؤلاء المرجفين والمنافقين واليهود وهم كانوا يحاولون بطرق كثيرة حتى في أول الإسلام كان المشركون يحاولون في النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف اللهجة شوية ويخفف حدة القسوة على آلهتهم ويقولون ما رأيك يا محمد لو نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة فإن كنا على الحق تكون قد أصبت منه وإن كنت أنت على الحق نكون برضو نحن أصبنا مما عندك من الحق فقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وكانت واضحة المسألة ومفاصلة فهنا يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك يا سلام هذه الآية الحقيقة في غاية الغسوة وفي غاية الوضوح أنه لا ينبغي للمسلم أن يتنازل عن شيء من دينه مجاملة أو مداهنة وأن المشركين والمنافقين يفرحون فرحا شديدا بأي تنازل تقدمه ولذلك يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون هم يتمنون أنك تتنازل في أي شيء وهم سيتنازلون لك أكثر يفرحون بمن يتنازل لهم ومن يتنازل عن شيء من دينهم مقابل إرضائهم أو مجاملتهم ثم قال فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وتلاحظون أيها الأخوة في القرآن الكريم يأتي وصف الكثرة مقرونا بالذنب أليس كذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال وقليل من عبادي الشكور ويقول هنا وإن كثيرا من الناس لفاسقون ولذلك يقول أحد السلف كلمة جميلة قال لا يوحشك قلة السالكين ولا تعجب لكثرة الهالكين يعني البعض أحيانا ينجرف إلى طريق الضلال فإذا قلت له يعني لماذا قال يا أخي الناس هذول كلهم غلطانين ما هم عقولة أن الناس كلهم غلطانين وأنت على الحق الله سبحانه وتعالى كرر هذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ولذلك يقول عمر بن الخطاب يوما سمع رجل وهو في الطواف يقول اللهم اجعلني من القليل فقال تعال أنت وإش الدعاء هذا اللهم اجعلني من القليل قال أليس الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور فأنا يقول اللهم اجعلني من هذا القليل فقال عمر كل الناس يفقه منك عمر رضي الله عنه ثم يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون في هذه الآية إشارة أيها الأخوة إلى أن أي حكم مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى فهو حكم من أحكام الجاهلية وليس بالضرورة أن يكون يعني قد وقع في أيام الجاهلية قبل الإسلام ولكنه جاهلي لأنه مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر